دايماً وأبداً بداية حضراتكم مع مقالي ومقاله البطل إذا تصدر انبارح وصل الأهل للمكان اللايق وصل حامل اللقب التاريخي لمسابقة الدوري إلى صدارة البطولة تساوى الأهل مع الزمالك في صدارة بطولة الدوري وترأس الأهل أو تصدر الأهل بفارق الأهداف وأيضاً بفارق المواجهات المباشرة اللي عايزوا قولوا عايز تاخد ده مش عايزوا يعني يا أستاذ إبراهيم بالكلام ده وحن حنعوم على عوم الناس اللي بتتكلم الليحة من أول السنة بتقول لك المواجهات هو لأن المواجهات اتحسم وترتيب الجدول في أثناء الموسم بالفارق الأهداف أستاذ إبراهيم هلجأ للمواجهات إزاي إذا كان موقف بيقتضي الرجوء إلى المواجهات هي المرة الوحيدة اللي الأهل والزمالك تسووا فيها فلاجوا إلى المواجهات إه هنا ما الكلام لأن هؤلれて المواجهات مش هيدر يغيير الواقع ده لكن يمكن فارق الأداف اللي أيضاً لصالح النادي الإا دفع أربع الأدف والمعارض الثالث الأقوى هجوماً ففارق الأهله الأقوى هجوماً لكن هذا أمر يمكن تعويضه فيه احتمال ولو بعيد أما المواجهات ده أمر حسم البطولة في الثلاث مراكز الأولى والمراكز المؤخرة بالمواجهات المباشرة ده من اللحة من أول السنة بعد الفوز على وادي دجلة مبارح وعبور الوادي الصعب إلى صدارة البطولة مستر موسيماني قال حققنا المطلوب أمام وادي دجلة وتصدرنا القمة والكابتن سامي همصان وصف المرحلة المتبقية في المسابقة بأنها مباريات كؤوس مباريات الكؤوس فيها سبع مباريات للأهل الأهل السبت 9 مساء على استاد الأهل والسلام مع السيراميكا كلوباطرا يوم الأربع 11 أغسطس 9 مساء في استاد الأسكندرية مع الإسماعيلي الأهل وإمبي السبت 14 أغسطس 9 مساء استاد الأهل والسلام الأهل وطلاع الجيش الثلاث 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس الأهل والمصر البور سعيدي يوم جمعة 20 أغسطس 9 مساء في استادر الإسكندرية الجونة والأهل أحد يومي 23 و24 أسوان والأهل أحد يومي 26 أو 27 أغسطس وأقول لكم ليه أحد يومي ليه آخر أسبوعين مش متسكين المواعيد حتى الآن لأن اتحاد الكرة المفروض أنه حيلعب كل مباريات ذات علاقة واحدة في يوم واحد أو في توقيت واحد كمان فبالتالي حسب ما هتصل للأمور في الأسبوع الأخيرة هيتم تسكين مباريات الأندية المتسرعة على مركز المقدمة في يوم واحد ممكن يكون أحد اليومين يا دا يا دا دا في الأسبوع القابل الأخير والأسبوع الأخير سواء في صراع البقاء أو صراع المقدمة الاثنين مباريات أنديتهم هتتلعب في توقيت واحد دا بالنسبة للأهل ووضعية الجدول مباريات الأهل وودي دجلة تفرجت أو لا كالعادة نرجع نتفرج بأس الرجل في الإعادة كالعادة بتتفرج على الإعادة آه آه يعني يعني فهو الفكرة كلها هي درجة الصعوبة بتاعة كل المتشاط وسخونة الدقائق الأخيرة أي والتي يدخل في الأهل أهداف ويحرز الأهل فيها أهداف آه آه إنما هي بتاشي زي ما قلت لك عجبني أن موسيماني كان واصخ جدا في المجموعة اللي كملت معها خلال دارة الأولمبية واعتمد عليها واستطاعت هذه المجموعة إنها تحقق له الهدف الاستراتيجي والهدف الميداني في معركة تؤدي إيه إلى تحقيق الهدف إيه فأنت كنت عايز بعد ما زنأت نفسك بالتعادل المفاجئ اللي خلاك خلاص بتتساوى ولازم تكسب جميع مطشاتك عشان تتصدر بالمواجهات آه فالأهل كسبت ثلاث مطشات ورابعة والحقيقة اللافت للنظر إن أهداف النادي الأهلي بتيجي بشكل يعني جمل وبشكل تعاون وبشكل فيه فعالية الهجمات وفيه حسب التهديف وفيه هدفين كنا مستنينهم كهرباء إنه هو يتقلق في اللقاءة الأخيرة بوالية إنه يقولك أنا موجود وما يخزلكش استمرار تقلق محمد شريف استمرار تقلق حسين الشحات كل دي حاجات آه مهمة جدا جدا آه يعني بيتطمنك إن اللي جاي طبعا تشعر إن الأفشة موجهة شوية عشان كده بقولك مثل الكرة دي الجن اللي دخل فينا طبعا أنت لغيت لجن ورجعت بتاع مارجعتش بالفر للكرة دي ليه ما هي فاول يا ريت تجبوها لنا تجبوها لنا من أول جبوها لنا من أول لا قبل كده قبل كده قبل كده ارجع أيوة كده اهي فاول اهي ودفع في الهوى فاول ام او او كنت عدت وقلت لأ مش فاول لكن أنت معي ما عملتش كده معا لنا ما هو ما كانش يروح الفرق إلا لما جات جون ما هي جات جون اه بعد ما جات جون كان لازم أن يرجع للمبدأ اللعبة بدايتها ايه لأنه هو الكور اللي زي دي هي اللي بتعمل هو زي ما عمل حتى في إلغاء ضربة الجزاء اللي احتسبت على محمد هان لما رجع للفار شافوا أنه في الأصل وفصايد بس دي أسهل لأنه نفس اللعبة اه هي الكورة انت وفصايد قدى إلى ضرب الجزاء اه لكن فاول في نص الملعب قدى إلى هدأ ده ده يقودنا إلى البروتوكول نفسه هل هل أنت حتتدخل في الفاولات اللي في نص الملعب لا لا الاربع لو اللعبة أسفرت على هدف أو عن ضربة جزاء أو عن وقع الطرد ده الحاجات اللي انت بتتدخل فيه فهو بيتدخل اتدخل هنا مش علشان الوفصايد كوفصايد لا عشان أسفر عنه أسفر عن هدف لما كانش أسفر عن هدف كان عد بالضبط زي هدف الأهل التالت ماشي موسيقى موسيقى